فرنسا بتتفاول مع مصر عشان تعمل منشأة طبية عسكرية مزودة بمعدات جراحية تعالج جرحة غزة في معبر رفح وزير الدفاع الفرنسي قال فيه محادثات فعلا مع مصر فرنسا بعتت حاملة هليكوبتر اسمها تونير وماكرو قال الهدف دعم مستشفيات غزة بس المصادر العسكرية قالت الحاملة دي مش مجهزة انها تقدم مساعدات طبية فالجيش الفرنسي بيجهز حاملة طيارات هليكوبتر تانية بمرافق طبية متقدمة وان شاء الله كده وعليكم خير هتوصل المنطقة خلال عشرة ايام شكرينا هنا بقى بصر ابتدى دخول مرضى السرطان زي ما قلتلكم بارح ابتدوا يدخلوا من معبر رفح لتلقي العلاج واغلبهم من الاطفال شوف كده معانا الصور يعني نقول الحمد الله على سلامتهم ويا رب ان شاء الله يعني يشفو ويا رب ان شاء الله يبارك فيهم ويبارك في اسرهم ويبارك في ذويهم ويبارك في كل من هو على ارض فلسطين يتعرض لما يتعرض له اشتركوا في القناة